الرئيس سيسي يتابع مشروعات شركة تنمية الريف المصري ويوجه بدراسة أي تحديات تواجه المشروع وزير الدفاع يطلب مقاتل المنطقة الجنوبية العسكرية باليقظة والاستعداد دائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة النيتو يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا وروسيا تقول أن الغرب يعتبر أوكرانيا ميداناً للتخلص من الأسلحات القديمة الثالثة عصراً الواحدة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من أكستر نيوز أهلاً بكم بداية هذه النشرة مع فيروز مكي إليك فيروز شكراً لك لما أهلاً بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام جميع جهات الاختصاص بدراسة المدققة لأي تحديات رهنة قد تكون استجدت وتواجه مشروعات شركة تنمية الريف المصري الخاصة باستصلاح الأراضي جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري الري والزراعة وعدد من المسؤولين هذا وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي الحالي لمشروع زراعة مليون ونصف المليون فدان على مستوى الجمهورية في نطاق شركة تنمية الريف المصري اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والسيد السيد القصير وزير الزراعة وسط صلاح الأراضي واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب عمر عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات شركة تنمية الريف المصري الخاصة باستصلاح الأراضي وقد تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروع زراعة مليون ونصف المليون فدان على مستوى الجمهورية في نطاق شركة تنمية الريف المصري بما في ذلك مكونات البنية التحتية من شبكات الطرق والكهرباء والاتصالات ومقاننات مياه الرئي وذلك بالمواقع الجغرافية المختلفة للمشروع على مستوى الجمهورية خاصة مناطق المينيا ومنفلوت وتوشكا والمغرة وسيوى والفرفرة والطور كما تم عرض الجهود المبذولة على مدار الفترة السابقة لتطوير شركة تنمية الريف المصري وتعظيم الاستفادة منها خاصة تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لمتابعة ورصد موقف الأراضي ووضع نظام أساسي لتكويد الأراضي التابعة للشركة وكذا إعداد الخطة التسويقية الشاملة لأراضي الشركة وقد وجه السيد الرئيس بقيام جميع جهة الاختصاص بالدراسة المدققة لأي تحديات راهنة قد تكون استجدت وتواجه المشروع خاصة ما يتعلق بإمدادات مياه الرئي وجودتها ومكونات البنية التحتية لا سيما تلك المتعلقة بتمهيد الطرق وأعمال التغذية الكهربائية وتطوير الآبار فضلا عن النظر في توطين بعض الأنشطة الأخرى الإضافية بالأراضي التابعة للشركة وذلك بهدف تعظيم الاستفادة القصوى من إنتاجية المشروع غادر لفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على رأس وفد عسكري رفيع المستوى متوجها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام وذلك في إطار التنصيق الدائم والمستمر مع الدول الأفريقية الشقيقة ومن المقرر أن تشهد الزيارة مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث أوجه تعاون العسكري بين الجانبين وتأتي زيارة في إطار روابط الوطيضة التي تربط جمهورية مصر العربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية واستمرارا لعلاقات تعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والكونغولية أشهد الفريق أول محمد زاكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أشهد بالمستوى الراقي الذي ظهرت به كافة العناصر المنفذة لمشروع مراكز القيادة التعبوي خالد عشرين الذي تنفذه المنطقة الجنوبية العسكرية وخلال حضوره المرحلة الرئيسية للمشروع طلب وزير الدفاع مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار شهد الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي خالد عشرين والذي تجريه المنطقة الجنوبية العسكرية ويستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسامى عسكر رئيسي أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وألقى اللواء أركان حرب محب حبشي خليل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة أكد فيها على استعداد مقاتل المنطقة الجنوبية العسكرية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم وبدل كل الغالي والنفيس للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه مقدما الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المتواصل للمنطقة الجنوبية العسكرية بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومد إثقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة كما التقى القائد العام للقوات المسلحة برجال المنطقة الجنوبية العسكرية ونقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية للقضاء على عمليات التهريب والتسلل والحفاظ على أمن الحدود الجنوبية للدولة ضد أي عدائيات مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت به كافة العناصر المنفذة للمشروع بما ينم عن استعداد قتالي عال وتدريب مرموق أدى إلى الاحترافية في تنفيذ المشروع كما طالب مقاتل المنطقة الجنوبية العسكرية باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتضار وكان الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شاهد إحدى مراحل المشروع والتي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة لكل الوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم وقام بفرد عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة استقبلت أكاديمية تناصر العسكرية العليا بتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل تنمية وفدا لعدد من الشخصيات الإعلامية البارزة في أفريقيا وعقدت على هامش زيارة جلسة لمناقشة جهود تعاون المصرية مع الدول الأفريقية وتاريخ العلاقات المصرية الأفريقية وتضمنت الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على أن علاقات التعاون مع كافة دول القارة هي من أولى اهتمامات الدولة المصرية وكذلك أهمية توفير البيئة المناسبة لدعم الاستثمار في البلدان الأفريقية مع بلورة آليات جديدة تهدف إلى تعاون المثمر والبناء بين دول القارة الأفريقية كما تطراقت الجلسة إلى تحديات التي تواجه القارة الأفريقية واستعرضت أيضا العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط مصر والبلدان الأفريقية وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 427 قضية تموينية بمطبوطات بلغت أكثر من 386 طن مواد غذائية وغير غذائية وضبطت الحملات الأمنية 333 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة و39 طن في مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية أما في مجالي الحجب والبيع بأزياد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط أكثر من 13 طن اسمنتن كما تمكنت وزارة الداخلية في مجالي قضايا المخابزي من ضبط 617 قضية من بينها 200 وقضية خبز ناقص الوزن و122 قضية خبز غير مطابق للمواصفات فضلا عن ضبط 9 قضايا بمثبوطات بلغت 76 طن أقماح محلية في مجالي ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي وفق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزرات والجهاد ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعانية بالحج بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المقتربين الأردني أيمن الصفدي مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية ودولية لا سيما القضية الفلسطينية وتطورات الجارية فيها والأوضاع في المنطقة العربية هذا وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن اللقاء الذي عقد على هامش منتدى دافوس شهد توافقا في الرؤى حيال ضرورة الدفع قدما بتغليب الحلول السياسية لقضايا المنطقة على نحو يدفع بتثبيت السلم والاستقرار ويلبي تطلعات الشعوب العربية نحو الازدهار والرخاء وأعرب الوزيران عن اعتزازهما بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشخيقين على المستويين الرسمي والشعب أيضا قامت الدولة بهيكلة الموازنة العامة للعام المالي المقبل بهدف تحقيق الانضباط المالي الكامل مع الانفاق في إعادة تنظيم الأولويات دون المساس بمخصصات برامج الحماية الاجتماعية المزيد في العرض التالي تقدم لنا نظاردة أهلا بكم وسط المستجدات الرهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي قامت مصر بهيكلة الموازنة العامة للعام المالي المقبل بهدف تحقيق الانضباط المالي الكامل في الانفاق مع إعادة تنظيم الأولويات دون المساس بمخصصات برامج الحماية الاجتماعية إلى جانب الصحة والتعليم ودعم الفئة الأكثر احتياجا ملامح موازنة العام المالي 2022-2023 تضمنت تحقيق إرادات عامة بقيمة تريليون وخمسمائة مليار جنيه بزيادة قدرها 15.4 من 10 بالمئة عن العام الماضي إلى جانبي بلوغ إجمالي المصرفات العامة تريليونين ومئة مليار جنيه كما تستهدف معدل نمو اقتصادي بنحو خمسة ونصف في المئة الموازنة الجديدة تدعم بشكل أساسي نظم الحماية الاجتماعية كما تلتزم بالاستحقاقات الدستورية للخدمات لتعد الأعلى انفاقا على تحسين جودة حياة المواطن والاستثمارات التنموية خاصة بعد هيكلتها لمواجهة سيناريوهات الأزمة العالمية ويعد استفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي من أهم أولويات الموازنة حيث تبلغ مخصصات قطاع الصحة 310 مليارات جنيه بنسبة زيادة 12.5% وبشأن قطاع التعليم فقد بلغت مخصصات التعليم قبل الجامعي 317 مليار جنيه إلى جانب بلوغ مخصصات التعليم العالي 159 مليار ومئتي مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 20.5% زادت الدولة من حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية للتعامل مع تدعيات الأزمة العالمية حيث بلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغت 356 مليار جنيه بزيادة بلغت 14.3% عن العام الماضي بجانب زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 9.6% لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل من جانبه رحب صندوق النقد الدولي بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها مصر لتوسيع النتاق المستهدف للإنفاق على الحماية الاجتماعية بدورها أشارت ستاندرد أنبورز إلى أنها ترى أفاق نمو قوية نسبيا على المدى المتوسط لمصر مدعومة باستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية إذن مشاهدين الكرام كان هذا عرضا حول أبرز ملامح موازنة الجمهورية الجديدة بعد تضمين المستجدات الاقتصادية العالمية بها أشكر حضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زلمسكي أنه سيكون من الصعب ترتيب أي لقاء على المستوى الرئاسي بين كل من روسيا وأوكرانيا ما لم يكن نظيره الروسي بلاديمير بوتين مستعدا بالفعل لإنهاء العمليات العسكرية وأضف الرئيس الأوكراني أنه لن يكتمع أيضا مع روسا من المستوى الأدنى هذا وقال وزير الدفاع الروسي سرجي شويغو أن بلاده تتعمد إبطاء عملياتها في أوكرانيا للسماح للمدنيين بالخروج وأضاف أنه يجرى الإعلان عن عمليات وقف الإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لإخراج الناس من التجمعات السكنية المحاصرة أكد الأمين العام لحلف النيتو ينس سولتنبيرج أن الحلف لن يكن طرفا في الأزمة بأوكرانيا ولن يرسل قوات إلى هناك تفادي للحرب مع روسيا وفي كلمة له أمام منتدى دافوس قال سولتنبيرج أن النيتو لديه مهمتان أساسيتان في الرد على العملية العسكرية الروسية وهما تقديم الدعم إلى أوكرانيا ومنع التصعيد مشيرا إلى الحرص على تكثيف الدعم لكييف من خلال تقديم مليارات الدولارات والأسلحة وغيرها من المساعدات قال أمين ومجلس الأمن روسي نيكولاي باتروشيف إن بلده لا تسابق الزمن في عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا وضفان روسيا تتعامل مع انضمام السويد وفنلندا للنيتو كتهديد مباشر وسترد بشكل مناسب مشيرا إلى أن الغرب يعتبر أوكرانيا ميدانا لتخلص من الأسلحة القديمة أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستوضع كبير يحتوي على ذخيرة لمدافع هاوزر أمريكية الصنع في أراضي دونياسك كما أعلنت الوزارة إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز مايك 29 في دونياسك أيضا ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف حيث أكد تدمير ثلاث مواقع قيادة و36 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية وكتيبة مدفعية ذاتية الدفاع كشفت هيئة الأركان الأوكرانية قيم روسيا بنشر صواريخ إسكندر الباليستية في بلاروسيا وأشرت إلى أن الجيش الروسي يحاول بشكل خاص تطويق مدينتي سيفردونتسك وليشانسك بدونباس التي تحضيرا بأهمية استراتيجية ومن بين المناطق التي تسعى روسيا إلى سيطرة عليها هي مدينة لسيت تشانسك في أقليم دونباس لأهميتها الاستراتيجية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قال مساعد وزير دفاع الأوكراني يوريساك إن قوات الجيش حققت هدفها العسكري في مدينة ماريوبول وأوضح أن ما قامت به قوات الجيش الأوكراني في الدفاع عن المدينة ومصنع أزوفستال منع القوات الروسية من التوسع في مناطق أخرى في شرق أوكرانيا لافتاً في الوقت ذات إلى أن مقاومة الجنود في أزوفستال منح الأوكرانيين وقتاً لإعادة تنظيم أنفسهم وتلقي المزيد من المساعدات العسكرية من الشركاء الدوليين مع دخول العملية العسكرية الروسية شهرها الرابع وسط السمرر القتال في الشرق الأوكراني تستمر أوكرانيا في مطالبها للدول الغربية بدورة دعمها عسكرياً المزيد في العرض التالي مع الزميلة نداردة أهلاً بكم تستمر العمليات العسكرية بين القوات الروسية والأوكرانية على أشدها الأسيامة وأن كل طرف يسعى لاستنزاف الطرف الآخر في أزمة يبدو أن أمدها سيطول مع استمرار الدعم الغربي لكييف وإصرار موسكو على موقفها في واشنطن أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن عشرين دولة أعلنت خلال الاجتماع الدولي الافتراضي حول أوكرانيا عزمها تقديم حزم مساعدة عسكرية إضافية لكييف من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مايك ميلي أنه لا وجود لقوات أمريكية داخل أوكرانيا وأن عمليات التدريب التي تقوم بها تتم خارج الأراضي الأوكرانية كما أكد التزام واشنطن بعدم التصعيد مع الروس معلنا وجود أكثر من 100 ألف جندية أمريكية في أوروبا وأن القوات البحرية والجوية على أهبة الاستعداد يأتي ذلك في وقت طلب فيه الرئيس الأوكراني فلاديمار زيلينسكي المجتمع الدولي بتوفير دعم أسرع لبلاده ومدها بمزيد من الأسلحة وفرض عقوبات قصوى على موسكو وفي ظل الدعم الغربي لكييف قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديماتري بيسكوف إن تكسيد فكرة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزاب بوريل حول ضرورة القوات المسلحة الأوروبية حتماً لن يساهم بتعزيز الأمن في القارة وفي هذا الصياق أكد منذ بروسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن الغرب ينشئ جيشاً إلكترونياً في أوكرانيا سيهدد الأمن الصيبراني في العالم بأسره وقال خلال جلسة لمجلس الأمن إن هناك توزيعاً غير خاضع للرقابة للأسلحة الصيبرانية إذن مشاهدين الكرام كان هذا عرضاً موجزاً حول مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية أشكر حضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء أعلنت الوكالة الفدرالية للنقل القوي في روسيا تمديد نظام الحاضر المؤقت لرحلات القوية إلى المطارات في جنوب ووسط البلاد حتى الحادي وثلاثين من مايو القاري كان نظام تقييد الرحلات القوية إلى المطارات في جنوب ووسط روسيا بدأ منذ رابع والعشرين من فبراير الماضي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر وقع الرئيس الروسي بلادمر بوتر مرسوماً يقضي بتخفيض حصة البيع الإلزامي لعائدة النقد الأينبي للمصدرين من 80% إلى 50% كانت سلطة الروسية قد أعلنت عن مجموعات من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد أيضاً شدد رئيس روسيا فلاديمير بوتر على أن الاقتصاد الروسي في ظل الظروف الجديدة سيكون منفتحاً وأن العقوبات الغربية لن تنجح في عزل اقتصاد بلاده وخلال اجتماع حكومي عاقده حول تطوير قطع النقل وجه رئيس روسي الحكومة بتسريع تطوير البنية التحتية في البلاد خلال السنوات المقبلة وأشار إلى أن رغبة عدد من الدول في الانسحاب من روسيا تظهر مدى أهمية تنويع مسارات النقل قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديماتري بسكوف فإن روسيا لم تتلقى دعوة لحضور قمة الغذاء المقرر عقدها في يونيو المقبل وأوضح بسكوف أنه يجب مناقشة مسألة الأمن الغذائي على أوسع نطاق ممكن ذلك بعد أن تعرض العالم لأزمة حقيقية جرأ القيود التي تقوم بعض الدول الغربية وغير الغربية بفرضها ضد روسيا قررت سريلانكا رفع أسعار الوقود وتعديل رسوم النقل والخدمات الأخرى وذلك إثر تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وقالت وزيرة طاقة سريلانكية كانشانا وجيسيكرا إن أسعار البنزين سترتفع بنسبة تتراوح ما بين العشرين والأربعة والعشرين في المئة بينما سترتفع أسعار المزعود بنسبة خمسة وثلاثين في المئة واضحة أنه لن يكون هناك توزيع لاستوانات الغاز المسالة ودعت المواطنين لعدم الاستفاف عند المنافذ للحصول عليها نظرا لنفاذها وتعني البلاد البالغة عدد سكانها لأو باثنين وعشرين مليون نسمة منذ أشهر من نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية ترجمة نانسي قنقر قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بالي أن البنك على استعداد لرفع معدلات الفائدة مرة أخرى إذا لازم الأمر موضحا أنه يجب على صانعية السياسات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تضخم إلى المستهدفات لتجنب التقلبات غير الضرورية وخلال اجتماع مع أعضاء البنك المركزي الأوروبي أكد بلي أن تضخم بالمملكة المتحدة يرجع إلى الطاقة والسلع القابلة للتداول متوقع عن استمرار تضخم بتحقيق معدلات عالية قالت جريدة The Independent البريطانية إن الأسر أجرت عددا أقل من المعاملات في أبريل الماضي بينما لم ينخفض المبلغ الذي أنفقته معلقة على أنها علامة واضحة على تأثير اتفاع الأسعار واضافت الصحيفة أنه رغم انخفاض عدد المعاملات فإن المبلغ الإجمالي الذي أنفق في أبريل ظل مشابها إلى حد كبير لشهر مارس مما يشير إلى محاولة المستهلكين لتقليص عدد عمليات الشراء في الوقت الذي زادت فيه تكلفة ما يشترونه ترجمة نانسي قنقر أشارت جريدة Financial Times Advisor إلى قضاء التضخم إلى ما قيمته 2 مليارين و300 مليون جنيه سليني من الدخل للسلع غير الأساسية في شهر أبريل الماضي مضحة أن الأسر الأقل ثراء في المملكة المتحدة شهدت انخفاضا في مستويات الدخل بنسبة 12 و13 في المائة وأوضحت الجريدة البريطانية أنه في المتوسط أصبحت الأسر الأقل ثراء أفقر بمقدار 59 جنيه سليني شهريا في أبريل الماضي مقارنة مع الأسر الأكثر ثراءا والتي شهدت أيضا انخفاض السيولة الفائضة بما يعادل 61 جنيه سليني شهريا مضيفة أن العائلات الأكثر حرمانا تواجه أزمة حقيقية بين ضروريات التي يجب شراؤها اعتبرت جريدة The Guardian البريطانية نتأخر سلاسل توريد وارتفع تكليف الصلب جزء من الأزمة التي تسهم في إطاء تقدم الطاقة المتجددة في أستراليا وأماكن أخرى وأوضحت الجريدة البريطانيان الاضطرابات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في الصين وارتفع تكليف إمدادات الألواح الشمسية وأجزاء من توربينات الرياح يسهمون في زيادة الأزمة ونقلت The Guardian عن مدير الشؤون الخارجية لمجلس الطاقة النظيفة الأسترالي أرون وود قوله أن ارتفع التكليف والتأخير المستمر في الشحن يضر بالعديد من مشاريع طاقة نظيفة في أستراليا أعلنت المجر أنها أبلغت الاتحاد الأوروبي برفضها إدراج منف حظر النفط الروسي على جدوى للقمة المقبلة وجاء في رسالة أرسلتها المجر للاتحاد أن مناقشة حزمة العقوبات على مستوى القادة في ظل غياب توافق الأراء سوف تكون له نتائج عكسية كما سيسلط الضوء على وجود تناقضات داخلية في غياب إمكانية حقيقية لحلها تعتزم وزارة الاقتصاد الألمانية اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية حال انهيار إمنادات الغاز الروسية وذكرت مصادر من الوزارة أنه في حالة حدوث نقص في واردات الغاز سيجرى تقليل استهلاك الغاز في توليد الكهرباء بشكل كبير للمزيد ينضم إلينا من برلين مراسل أكسرا نيوز عربي مرزوق توافق عربي يعني آخر تصريحات جاءت من ألمانيا متعلقة بأخذ مزيد من الإجراءات الاحترازية حال انهيار إمدادات الغاز هل هناك أي مؤشرات لقرب هذا الانهيار الحقيقة لما وزارة الاقتصاد الألمانية والحكومة الألمانية لا تخرج مثل هذه التصريحات إلا وإذا كان لديها معلومات مؤكدة أن ربما سوف يدخل جانب الروسي كميات أقل من التي تضخ يوميا إلى الجانب الألماني عن طريق نوردستريم واحد أو حتى عن طريق خط يمال فبالتالي خرجت هذه التصريحات من وزارة الاقتصاد الألمانية وجميعنا هنا ننتظر أن تحرق هذه التصريحات على لسان وزير الاقتصاد الألماني بشكل رسمي أن يؤكد أن إذا قلت كميات الغاز الموجودة هنا في ألمانيا سوف تقل عملية استخدام الغاز في انطاق الكهرباء بشكل كامل هنا في ألمانيا وسوف يتم مادة عمل المحطات التي تعمل بيئة الفحم لإنتاج الكهرباء هنا في ألمانيا لأن كانت هناك مدة زمنية للانتهاء من عمل محطات التي تعمل بالفحم لإنتاج الكهرباء في ألمانيا فاضل على البيئة في خطة الحكومة الألمانية ولكن سوف يتم مادة عمل محطات التي تعمل بالفحم لذلك هناك توقعات بأن يقوم الجانب الروسي بالفعل نتيجة العقوبات الاقتصادية الموجودة الآن على الجانب الروسي ومن المنتظر أن تكون هناك عقوبات أخرى وتسليم أسلحة من الجانب الألماني إلى أوكراني أيضا وكانت وزيرة الدفاع الألمانية بالأمس حسب معلومات التي خرجت أكدت أنه قبل حلول نهاية أغسطف سوف يتتسلم أوكرانيا 30 مضرعة أو دبابة جيبارد التي كانت أعلنت عنهم الوزارة من قبل كل هذه المعلومات تؤكد ربما للحكومة الألمانية أن سوف يتكون هناك خطوة من جانب رئيس الروسي فلاديمير بوتين بواقف دخل الغاز بكميات معاناة إلى الجانب الألماني وهناك دعوات جديدة أيضاً لما هي جديدة قديمة من حتى من العلماء هنا وبعد صانع القرار السياسي في ألمانيا بضرورة مدى عمل محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء لأن أكدنا أكثر من منع رشاة إكسرا نيوز عن الحكومة الألمانية في خطتها أن هناك ثلاثة محطات لإنتاج الكهرباء في ألمانيا من الطاقة النووية هذه المحطات سوف تغلق في نهاية ديسمبر من العام الجاري ما زالت هذه الدعوات مستمرة لمدى عمل محطات طاقة النووية التي تنتج الكهرباء أي من المواقف يغلب على الموقف الرسمي الألماني عربي في هذا التوقيت الموقف المجتمع الدولي بضغط على ألمانيا لدعم أوكرانيا بالأسلحة مما طبعا يشكل مواجهة صريحة لروسيا في هذا التوقيت والتي تضغط بدورها من حيث شريان الحياة لألمانيا في هذا الإطار وهو موارد الغاز أم الضغط الداخلي المتعلق بزيادة الأسعار وتقليل موارد الغاز والكهرباء والبحث عن حلول بديلة وأصلا تغيير كل الخطط المستقبلية لدى ألمانيا بتخلص من الفحم واستخدامها وكما ذكرت ربما التحول للمد في عمل طاقة نووية الحقيقة هو فيه بالفعل ضغط منذ البداية من جميع دول الاتحاد الأوروبية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية على ألمانيا اللي هو وقف شراء الغاز من الجانب الروسي ولكن الحكومة الألمانية منذ البداية أكدت أن عملية وقف فوري لشراء الغاز من الجانب الروسي لن تحدث الآن في ألمانيا حسب أيضا تصرحات المشاركة الألمانية ولاف شولز لأنه سوف يوصل على الاقتصاد الألماني والاقتصاد الأوروبي بشكل كامل ولكن ألمانيا خفضت شراء كميتها من الغاز وحتى وصلت ربما لألئن سلسونة في المائة تقريبا ولكن أنا كما أشارت حسب المعلومات التي نقرأها بشكل دوري كل ساعة هنا ربما الحكومة الألمانية لديها معلومات سوف تعلن عنها ربما قريبا بأن الجانب الروسي سوف يكون بتخفيض الكميات التي تأتي هنا إلى ألمانيا ولكن ألمانيا أعلنت أنها سوف تورد الأسلحة الممكنة إلى الجانب الأوكراني خلال الفترة المقبلة الدبابة جيبردية الدبابة متقدمة جدا وهو الجيل الثاني من هذه الدبابة هنا في ألمانيا حكومة الألمانية أعلنت عن تسليمها إلى الجانب الأوكراني حتى تستطيع استخدامها ثلاث سلسونة قطعة سوف تمدي بها ألمانيا إلى الجانب الأوكراني قبل نهاية أغسطس ولكن هناك أنواع أخرى من الأسلحة المتقدمة جداً ما زالت الحكومة الأوكرانية تضغط بها على الحكومة الألمانية وتطالب بها ولكن الحكومة الألمانية أكدت أنها لن تمد أوكرانيا بمثل هذه الأسلحة لأن حلف النيتو يحتاج الأسلحة الألمانية في هذه المرحلة المهمة جداً هل هناك أي ردود رسمية عربي سؤالي الأخير من قبل ألمانيا في هجوم روسيا بأن أوكرانيا أصبحت ساحة للأسلحة القديمة من الغرب؟ الحقيقة الرد الألماني على هذا الأمر أن ألمانيا تمد دولة تدافع عن نفسها أوكرانيا الآن في مواقف تدافع عن نفسها المستشار الألماني أولاف شلز وحتى وزيرة الخارجية الألمانية لديها اجتماع الآن مع وزيرة الخارجية البولندي وبعد نصف ساعة مع وزيرة خارجية فرنسا أكدوا جميعاً أن نمد أوكرانيا بأسلحة لأنها تدافع عن نفسها في الأساس لا توجد أوكرانيا لا تعتدي على دولة أخرى ولكنها تدافع عن نفسها لذلك سوف نستمر بماد أوكرانيا حتى تستطيع الدفاع عن نفسها ولكن الحرب الدائرة الآن داخل أوكرانيا لن تمتد إلى الجانب الأوروبي ولن يدخل حلف النيتو وأوروبا أكدت أكثر من مرة أيضاً أولاف شولز أن أوروبا لن تشارك بشكل مباشر تحديد حلف النيتو والتحديد أوروبي في هذه الحرب على هذه الأوروبي بشكرك شكراً جزيلاً عربي على كل هذه المعلومات من برلين مرسل أكستر نيوز عربي مرزوق بالعودة للأخبار من جديد قال نبيه بري رئيس لجلسة الافتتاحية لمجلس أنواب لبنانية الجديد والمرشح لرئاسة المجلس أنه سيدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس المجلس ونائبه عندما يشعر أن الأجواء مواتية ووجه بري بضرورة التعاون ليكون المجلس على مستوى المسئولية الوطنية المطلوبة من الجميع مضيفاً أن هناك محطات صعبة تنتظر المجلس الجديد لإنقاذ المؤسسات والبلد داعياً للابتعاد عن المناكفات وإثارات المشكلات مع طرح كل المواضيع تحت قبة البرلمان يقوم وزير الخارجية التركية تشاويش أغلو بزيارة إلى إسرائيل هي الأولى من نوعها منذ 15 عاماً وتأتي زيارته في ظل تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة بعد زيارة رئيس الإسرائيلي يتسحاق هارتسوغ إلى تركيا واكتماعه برئيس تركيا رقب وطيب أردغان في مارس الماضي ومن المقرر أن يكتمع أغلو بيئير لبيدا وزير الخارجية الإسرائيلية لمناقشة عودة السفراء لكل البلدين إلى جنب اكتماعه بمسؤولين إسرائيليين هذا ومن المقرر أن يزور أغلو الأراضي الفلسطينية وفي خبر آخر حذرت الخارجية الصينية الولايات المتحدة من الاستمرار في السير بالطريق الخطأ بشأن قضية تايوان وأضفت الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة أخلت بالوعود التي قطعتها بشأن قضية تايوان وفرد مبدأ الصين الواحدة وحرضت سرا وعلنا ودعمت الأنشطة الانفصالية التي تهدف إلى استقلال تايوان كان رئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد أن سياسة واشنطن حيال تايوان والقائمة على الغموض الاستراتيجي لم تتغير تصريح بايدن جاء على همشي مشاركته في اجتماعات قادة تحالف كواد بتوكيو والذي يضم أيضا أستراليا والهند واليابان تعهد زعماء دول تحالف الرباعية كواد بتعزيز التعاون لجعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة كما تعهد زعماء كواد بالعمل لمكافحة الاحتباس الحراري إضافة إلى إطلاق مبادرة جديدة تستهدف الحد من صيد الجائر في ختم اجتماعهم بالعاصمة اليابانية توكيو تعهد زعماء دول تحالف الرباعية كواد بالتعاون كي تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة كما تعهدوا بالعمل على مكافحة الاحتباس الحراري وكشفوا عن مبادرة جديدة تستهدف الحد من الصيد الجائر في منطقة المحيطين الهندي والهادئ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أكد أن المجتمعين اتفقوا على استثمار خمسين مليار دولار في مشاريع مرتبطة بالبنى التحتية معتبرا أن تغيير الوضع الراهن بشكل أحادي في أي منطقة بالعالم غير مقبول من جانبه شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب شركائها للضغط من أجل أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة وفي كلمة هيك كد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بأن أولويات حكومته تتمشى مع أولويات القادة المشاركين وتعحد بالاستثمار أكثر في المعارقة ضد تغير المناخ يذكر أن مجموعة كواد التي تضم دول الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا تم إنشاؤها في أعقاب تسونامي المحيط الهندي عام 2004 إلا أن هذه الجولة من المشاورات تمثل الاجتماع الشخصي الثاني فقط للقادة أعلنت حكومة جزر سليمان الواقعة في المحيط الهادئ أنها ستستقبل وزير الخارجية الصيني وانجي يومي الخميس والجمعة المقبلين ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية الصيني مع نظيره جيرمايا منيلي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك كما سيلتقي وزير الخارجية الصيني رئيس الوزراء في جزر سليمان منسي سوغافاري يأتي هذا في وقت كان قد أكد فيه رئيس الوزراء في جزر سليمان تطلعه إلى انخراط مثمر مع الصين بوصفها شريكا إنمائيا مهما لبلاده أكدت منظمة صحة العالمية تسجيل 131 إصابة مؤكدة بجدر القردة ورصد 106 حالات مشتبه بها في 19 دولة وقالت المنظمة إنه على الرغم من أن تفشي المرض غير معتاد إلا أنه لا يزال قابلا للاحتواء لافتة إلى أنها تعقد اجتماعات أخرى لدعم الدول الأعضاء بمزيد من النصائح حول كيفية التعامل مع تفشي المرض أعلنت السلطات البريطانية إجلاء ركاب من محطة بادنطن في لندن جراء إطلاق إنذار حريق كاذب وذلك بعد ساعة فقط من بدء تشغيل خط قطار إليزابيث الجديد في المدينة وكانت السلطات البريطانية قد افتتحت خط مترو أنفاق إليزابيث الجديد في العاصمة البريطانية بعد اتضار دم حوالي 13 عام لمشروع البنية التحتية الضخمة واقتصاديا استضافت الهيئة العامة للإستثمار سفر أربع وعشرين دولة لبحث التعاون الاستثماري وعرض خطة الحكومة لتحسين بيئات الاستثمار في المرحلة المقبلة وإجراءاتها لتوفير مناخ ملائم لاستقبال مزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة واستعرض المسشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أهم قرارات الحكومة التي من شأنها تقديم الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة فضلا عن تخفيض المدة الزمانية اللازمة لاستصدار الموافقات وترخيص أو تصاريح اللازمة للمشروعات الاستثمارية مؤكدا حرصت دولة على تحسين بيئة الأعمال في مصر وحل التحديات التي قد تواجه المستثمر خلال ممارسة نشاطه الاستثماري أكد وزير الاتصالات عمر طلعت أن دولة المصرية الرقمية في ظل الجمهورية الجديدة تتحقق على أرض الواقع في الوزارات والمحافظات والهيئة العامة مشيرا إلى أن بناء مصر الرقمية مسؤولية تشاركية بين جميع مؤسسات الدولة وخلال زيارته محافظة ألف يوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية والبريدية قال طلعت أن أعداد أبراج المحمول زادت بنحو 73% خلال العام الماضي ومن المستهدف مضاعفتها خلال العام الجاري لافتا إلى أن النهوضة بمكاتب البريد كذلك من ضمن أولويات مشروع حياة كريمة لتوفير خدمات تتناسب مع احتياجات المواطنين بشكل ميسر وبسيط أكد وزير البترول طارق الملة أن قطع البترول والغاز في مصر جاذب للفرص الاستثمارية وأشار الملة إلى أهمية تنسيق الجهود دوليا لتوفير الاستثمارات والتنويل من المؤسسات المالية في مرحلة التحول الطاقي لافتا إلى أن مصر تعمل على دعم العمل المشترك مع الوكالة الدولية للطاقة بعد انضمامها لعضويتها رسميا تصريحات وزير البترول جاءت خلال سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المشتركة مع قيادات منظمات التاقة الدولية والمؤسسات الاقتصادية والمالية وشركات البترول العالمية على هامش مشاركته في فعاليات منتدى دافوس أكدت وزيرة تجارة والصناعة نيفين جامع أن الدولة تسعى لإنشاء منظومة موحدة لتصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وفقا للمواصفات والمعايير الدولية وخلال ترأسها الاجتماع الأول لجنة حوكمة سوق الأجهزة التقويمية أشرت إلى أن المنظومة تتضمن إتاحة تلك الأجهزة بأسعار مناسبة وتوفير خدمات ما بعد البيع وأضفت أن هناك تكلفات رئاسية بضرورة تكامل جهود كافة الجهات المعنية لتعميق تصنيع محلي في هذا المجال بما يسهم في توفير خدمة متكاملة للمواطنين من دول همم اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر نحو تمويل مستدام للتنمية هذا وأجمع الحضور في ختام المؤتمر الذي استمر على مدار يومين نجاح الحكومة المصرية في إدارة نهج الشراكة الذي عملت عليه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة شهدت أسعار الوقود بجميع أنواعه ارتفاعا كبيرا في لبنان وفقا لجدول التسعير الصادر عن وزارة الطاقة اللبنانية والذي تضمن زيادة قدرها 32 ألف ليرة لبنانية في سعر صطيحة البنزين وعشرة ألف ليرة في سعر قرورة الغاز المنزلي وثلاثة ألاف ليرة في سعر صفيحة المزعطة يأتي ذلك في وقت قفزت فيه أسعار صرف الدولار بشكل كبير ليصل السعر في السوق إلى ثلاثة وثلاثين ألف وثماني مائة ليرة لكل دولار ورياضيا يساعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الوداد المغربي في نهاي دور أبطال أفريقيا في الثلاثين من مايو الجاري بالدار البيضاء وكان الأهلي قد تأهل لنهائي البطولة بعد فوزه على وفاق الصيف الجزائري فيما نجح الوداد في التأهل على حساب بيترو أتلاتيكو الأنجولي يصطى ضيف أم بي في سادة سوى نصف مساء أن غزل المحل على استادة بيترو سبورت في ختم مباريات الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري الممتاز ويدخل أم بي المباراة بعد الهزيمة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف ويأملو حلمي طولان المدير الفني لأم بي في العودة للانتصارات ونتائج الإيجابية لمواصلة التقدم في جدول الدوري بأخبار رياضة مشاهدين الكرام تكون قد انتهت هذه الجولة الإخبارية ختما هذه تذكرة بأبرز العنوين الرئيس السيسي يتابع مشروعات شركة تنمية ريف المصري ويوجه بدراسة أي تحديات تواجه المشروع وزير الدفاع يطالب مقتل المنطقة الجنوبية العسكرية باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة النيتو يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا وروسيا تقول إن الغرب يعتبر أوكرانيا ميدانا للتخلص من الأسلحة القديمة ختاما لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكشو نيوز من خلال أبل سور أو جوجل بلاي أو من خلال الQR كود الظاهر أمامكم وعلى الشاشة كنا معكم في هذه الجولة الإخبارية زميلة لما جبريل وأنا فيروز مكي شكرا على طيب المتابعة